حدثناه شيم أخبرنا منصور ويونس عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة إذا آليت على يمي فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك حان إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجريري عن حيان بن عمير حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال بينما أنا أترام بأسهمي في حياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إذ كسفت الشمس فنبذتهن وسعيت وأنظر ما حدث كسوف الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو رافع يديه يسبح لها عز وجل ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو فلم يزل كذلك حتى حسر عن الشمس فقرأ سورتين وركع ركعتين حسن إسماعيل حدثنا يونس عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة موكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا جرير بن حازمين عن يعلى بن حكمين عن أبي لبيد قال غزونا مع عبد الرحمن بن سمرة كبول فأصاب الناس غنما فانتهبوها فأمر عبد الرحمن مناديا ينادي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انتهب نهبة فليس منا فردوا هذه الغنما فردوها فقسمها بالسوية حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي بخط يده وأكبر علمي أني قد سمعته منه حدثنا علي بن عبد الله حدثنا ناصح بن العلاء مولى بن حاشمين حدثنا عمار بن أبي عمار مولى بن حاشمين أنه مر على عبد الرحمن بن سمرة وهو على نهار أم عبد الله يسيل الماء مع غلمته وموليه فقال له عمار يا أبا سعيد الجمعة فقال له عبد الرحمن بن سمرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا كان يوم مطر وابل فليصلي أحدكم في رحله حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا ناصح بن العلاء أبو العلاء حدثنا عمار بن أبي عمار عمار عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو عبد الرحمن سمعت القواريري يقول كنت أمر بناصح فيحدثني فإذا سألته الزيادة قال ليس عندي غير ذا وكان ضريرا حسن هاشم بن القاصم حدثنا المبارك حدثنا الحسن حدثني عبد الرحمن بن سمرة القرشي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أوكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمي فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا حماد بن زيد حدثنا سماك بن عطية ويونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرفوا بآبائكم ولا بالطوغيتي وقال يزيد والطوغي حدثنا محمد بن أبي عادي عن أبن عوين عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لا تسأل الإمارة فإنك إن تعطها عن غير مسألة تعن عليها وإن تعطها عن مسألة تكر إليها وإذا حلفت على يمي فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك حثنا سليمان بن داود حدثنا جرير عن يعلى بن حكيمين عن أبي لبيد عن عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انتهب نهبة فليس منا حان عبد الله بن بكر حدثنا هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة موكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت علي مي فرأيت غيرها خيرا منها فأكفر عن يمينك وقت الذي هو خير حثنا أسود بن عامر عفان قال ثنجرير بن حازمين قال سمعت الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة موكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت علي مي فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير قال أبي أتفق عفان وأسود في حديثهما فقال فكفر عن يمينك ثم أقت الذي هو خير وقال أبو الأشهب عن الحسني في هذا الحديث فبدأ بالكفارة حدثنا حسين حدثنا المبارك عن الحسني حدثنا عبد الرحمن بن سمرة القرشي ونحن بكبول قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فذكر الحديث حسن هارون بن معروف وسمعته أنا من هارون ابني معروف حدثنا ضمرة حدثنا عبد الله بن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة قال فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم يرددها مرارا حثنا عفان حدثنا جرير بن حازمين حدثنا يعلى بن حكيمين عن أبي لبيد قال غزون مع عبد الرحمن بن سمرة كبول قال فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها فأمر عبد الرحمن بن سمرة مناديا ينادي فنادى فاجتمع الناس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول من انتهب فليس منا ردوها فردوها فقصمها بينهم بالسوية ترجمة نانسي قنقر